تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أربع قواعد أصول ثوابت مهمة إذا كانت فيه لا تبالي حينئذ أي شيء يفوتك من الدنيا لا تحزن ولا تأسى عليه أربع إذا كنا فيك ولا عليك ما فاتك من الدنيا صدق حديث وحفظ أمانة وطيب طعمة وما هي الرابعة صدق حديث وحفظ أمانة وطيب طعمة وخصلة رابعة وحسن خليقة أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا هذه الأربع اجعلها أساسيات والله هذا كلام مهم من الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام أربع تكون أساسيات للتاجر المسلم ما يتعدها أبدا مهما كانت الأمور لا عليك يقول له عليه الصلاة والسلام لا عليك هذا ضمن لا عليك ما فاتك من الدنيا أنت رابع ما دومت متمسك بهذه الأمور الأربع صدق الحديث وحفظ الأمانة وطيب طعمة وحسن خليقة لأن هذه الأربع تحديدا هي موضع امتحان للتاجر موضع امتحان للتاجر دائما يمتحن في هذه الأمور فعليه أن يجعل هذه الأمور الأربع أساسيات ما يفرط فيها ولا يتنازل عنها لو قيل تربح الملايين خير له هذه الأربع من الملايين وأي خير في ملايين تضيع معه هذه القيمة العظيمة والأخلاق الجليلة أي قيمة للملايين أن يخرج المرء من الصدق ويدخل في حيز الكذابين أي قيمة للملايين أن يخرج المرء من الأمانة ويدخل في حيز الخوانة والخائنين أي قيمة للملايين إذا كان الخلق يفسد ويضيع ويمشي بلا خلق أي قيمة للملايين إذا كان يدخل في جوف الطعام الحرام أو يدخل في جوف أولاده وأهله الحرام أي قيمة لهذه الملايين وكما جاء في الحديث كل جسد قام على السحد فالنار أولى به ولهذه الخصال الأربع يعني ينبغي أن يحافظ عليها كل من يدخل في التجارة ويعتبرها أساسيات ولا يساوم عليها وتحفظ هذه لا بد أن تحفظ لا بد أن يعتنى بها وكل ما يدخل في أي مشروع أو أي عمل تجاري فعلا سيجد أنه يساوم على هذه الأمور الأربع صدق الحديث وحفظ الأمانة وطيبة الطعمة وحسن الخليقة نام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر